وما زلنا مع جهود وزارة الدخلية حيث وصلت حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السهر الرسمية فقد تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 377 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 57 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم دبط قرابة 27 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السهر الرسمي لاستلع الغذائية فقد تم دبط أكثر من 30 طن وفي مجال قضايا المخابز تم دبط 604 قضايا من بينها 56 قضية خبز ناقص للوزن و 66 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات تلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم دبط قضية واحدة بمضبوطات بلغت أكثر من 5 أطنان أقماح محلية شكرا شكرا شكرا